بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم من جديد معكم احمد الجرنوسي وان شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض ازاي تقدر تعمل استعادة او ترجع السلعة اللي انت شاريتها من سوق دوت كوم ايا كانت السلعة دي كان موبايل شاشة كمبيوتر لابتوب طبعا اي منتج موجود على سوق دوت كوم طبعا سوق دوت كوم موقع كبير جدا مش موجود في مصر بس موجود في السعودية وفي الامارات وفي الكويت كمان فطبيعي ان موقع ازاي ده بيورد منتجات انها ممكن تكون فيها عطل او ممكن يكون تم استعمالها قبل كده او حتى تغليفها كان بشكل مش كويس انت لما تشتري منتج المفروض بيكون مبارشم وما حدش فتحه قبل كده سواء على الكارتونة او الجهاز نفسه من جوه وممكن تشتري الجهاز وبعد ما تستعمله متلاقوش كويس تلاقي فيه ايه بصناعة او حاجة زي كده فتضطر انك ترجعه عم بطن كل الاسباب دي بتخليك تعمل طلب استرجاع للمنتج من سوق دوت كوم طبعا لو جيت هنا على ارجاع السلع ما فيش انك تدوس على الرابط اما تدفع عند الاستلام ممكن تدوس فالموضوع بكل بساطة بتيجي تعمل تسجيل دخول لحسابك لما كنتش داخل بحسابك فانا كده سجلت الدخول باسمي اسم احمد وطبعا بيفضل انك تسجل الدخول بالحساب اللي انت اشتريت منه المنتج اونلاين بتيجي تنزل تحت كده في الاخر خالص فاي موقع غالبا بيكون موجود الخدمة بتاعت المستخدمين وازاي تتواصل بهم وتتواصل معهم فممكن تكلموا في التليفون وتطلب منهم التفاصيل ولكن هنا في الفيديو هوريك كل تفاصيل انك تقدر ترجع السلع اللي انت اشتريتها بشكل مجاني فبتيجي تدوس هنا على سياسة ارجاع السلع وتنزل تحت كده فلازم طبعا يكون ترجع السلع في اقل من 15 يوم لانه بعد كده بيعتبرها انك استخدمت السلع او بواستها او عملت فيها حاجة فمعاك اسبوعين تماما تقدر تجرب فيهم السلع او المنتج اللي انت اشتريته وتشوفه هل هو كويس ولا لا وحاجة مميزة جدا في سودتكم استرد نقودك كاملة فممكن تسترد فلوسك كلها كاملة لو كانت السلعة فيها عيب بسيط جدا او مش بتشتغل بالشكل الكويس وكمان هيدو لك فلوس الشحن اللي كانت مع الراجل فانا طبعا باجي اشتري من سودتكم علشان اتدفع عند الاسلام موجود فيه بشكل كويس والراجل صراحة بيجي يعني فلو جيت طلعت فوق كده بتيجي تعمل طلب لارجاع السلعة هسيب لكم الرابط ده بقى مباشر موجود تحت الفيديو على طول ان شاء الله فهنا بيعرض لك كل المنتجات اللي انت اشتريتها قبل كده وتم استلامها من موقع سودتكم طبعا ده اخر جهاز اشتريته اه طلع فيه ايه برضو فانا دلوقتي اعمل معاكم عملية ارجاع المنتج هدوس على كوم بارجاع السلعة فهنا الباقي اتاتا شوب اتاتا اقول لهم دلوقتي اتاتا ان الباوربانك ده طلع مفتوح قبل كده اصلا والعلبة ما كانتش مغلفة بالشكل المطلوب فبدوس على كوم بارجاع السلعة هنا طبعا اللي عاوزت قايم المنتج انا مش هقايمه لاني لسه مستعملتوش علشان دي حاجة برضو للامانة بعد كده بعلم على السلعة اللي انا عاوز ارجعها وبيقول لك سبب ارجاع السلعة ايه هو فهاجي اقول له في عندك اسباب كتير جدا يريد تختار السبب الصحيح لارجاع السلعة مش اي سبب وخلاص فانا عندي السلعة هنا ممكن اختار اختارين المستلمة ليست جديدة تم استخدامها من قبل او انها تغليفة مفتوحية صراحة جديدة ولكن العلبة حاسس انها مفتوحة والجاز كمان مش بيشتغل بالشكل المطلوب فانا هقول له السلعة تالفة لا تعمل بالشكل المطلوب بعد كده هقول له ملاحظات هنا هكتبله اي حاجة هنا في الملاحظات طبعا انا هنا مش بتحايل عليهم ولا حاجة انهم يرجعوش سلعة وما كده كده هيرجعوه لو ما رجعش بنعملهم مشاكل له حاجات كتير ولكن هم في غينة عن الكلام ده وكمان هم بيحبوا يعني ما يخسروش عميل عاملين زي شركة تي اي داتا بالزبط وما يحبوش يخسروه عميل لان قبل كده حصلوا اشتريت موبايل ان فينكس زيرو سري لحد وكان فيه الدرج بتاع الخط بتاع الموبايل ما كانش شغال او ما كانش بيفتح اصلا فعملنا طلب استرجاع ورجعوه فاعلان في خلال اسباي واستلمنا واحد جديد بدال وشغال تمام بدون اي مشاكل عمتا بتيجي تدوس على كن بيرجاع السلعة فطبعا هل انت متأكد بقول لا يا عم متأكد فاول ما بيقولك شكرا لك لقد تم استلام طلب الرجاع الخاص بك فبتستنى وهيردوا عليك هاتصلوا بيك بقى على الرقم الخاص اللي انت مسجل به بحسابك او يكلموك على الايميل يبعتوا لك رسالة على الايميل وغالبا هاتصلوا بيك علشان يحددوا معك او يبعتوا لك مع المندوب الفلوس لو انت كنت عاوز تاخد الفلوس بتاعتك او انك تستبدل المنتج ده بمنتج جديد عادي جدا مفيش اي مشكلة فارد الموضوع ده عشان بس محدش يلا اقولك انا اتضحك علي او كده فكل مكان او كل سوق سواء جوميا او سوق دوت كوم او اي موقع بيبيع اونلاين او اي حتى يعني مكان بتروح اشتري منه ممكن تلاقي فيه ايه في الصناعة فممكن يكون البيع ملوز زنبي فيها وانا طبعا مش بدافع عن سوق ولا حاجة ولكن الواحد بيحب يتكلم بصراحة مش اكتر فده بكل بساطة كان شرحي طريقة استرجاع اي منتج من سوق دوت كوم اي ريت في الاخر لو عجبك الفيديو او اشتراك للقناة الاول مرة شوف الفيديو من خلال قناة احمد الجرنوسي بالنزل عليها اجدد البرامج وشراحات الخاصة بالكمبيوتر الموبايل وحلول مشاكل اي حاجة خاصة بالتكنية ان شاء الله ولو كان عندك اي استفسار اي اقتراح سيبونا في التعليقات تحت الفيديو وهارد عليك او اي حد من الناس اللي بتابعني اترد عليك المهم الفائدة طم على الجميع كمان ما تنساش تعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك اتبعنا على الانستجرام تكنو عربي واشوفكم في درسجاني ان شاء الله كان معكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته